يا دكتور محمد العيسى لا تشمت بنا الإخوان المسلمين الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة المتقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين أما بعد فكم هو مؤلم أن نسمع بعض الإخوان المسلمين يتهجمون على المملكة العرب السعودية فيقولون بدأت السعودية باتباع منهجنا وبدأت تتخلى عن منهج العلماء كالشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى ويقولون لقد بدأت السعودية تتوجه إلى منهج حسن البنة وجاد الحقي علي جاد الحق ويوسف القرضاوي وغيرهم أيرضيك يا دكتور محمد العيسى أن تهدم مصرا لتبني قصراء يا حضرة الدكتور محمد العيسى أنت أمين عام رابطة العالم الإسلامي فأنت لا تمثل نفسك فحسب بل كلامك ينعكز سلبا أو إيجابا على دولتك وحكومتك إن دعوة التوحيد والسنة قد بذل فيها أهلها الغالي والنفيس وقامت دولتهم على جماجم الرجال فسالت دماء شبابهم وزهقت أرواح رجالهم وأنفقوا أمالهم حتى مكن الله تعالى لهم في الأرض ونشروا دعوتهم إلى مشارق الأرض ومغاربها وأكرمهم الله تعالى بخدمة الحرمين ورعاية الحجات حتى أصبحوا قادة للمسلمين فكثر حسادهم وشانئيهم فيا دكتور محمد العيسى وفقك الله لكل خير نسمع منك اليوم كلاما غريبا وتلطفا عجيبا مع اليهود والنصارى وتلتقط لك الصور التذكارية وتتبادل الهدايا مع عباد الصليب وقتل الأنبياء وللأسف تذكرنا تصرفاتك بالقرضاوي وامثاله لا بالشيخ عبد العزيز بن باز وأخوانه وطلابه وقرأ رسالة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى التي أرسلها للشيخ جاد الحق علي جاد الحق رد فيها على دعوته القريبة لدعوتك اليوم وبين له بالأدلة ما يجب اعتقاده والعمل به ووجوب العمل بعقيلة الولاء والبراء لعل الله تعالى أن ينفعك بها وينفع عمتها للسنة وإليك نص الرسالة من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ سماحة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر وفقه الله للخير سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد اطلعت على مقالة لسماحتكم نشرتها صحيفة الجزيرة السعودية في عددها الصادر في يوم الجمعة السالس عشر من الشهر الخامس لعام خمسة عشر واربعمائة ألف بعنوان علاقة الإسلام بالأديان الأخرى ورد في أولها من كلامكم ما نصه الإسلام يحرص أن يكون أساس علاقاته مع الأديان والشعوب الأخرى هو السلام العام والود والتعاون لأن الإنسان عموما في نظر الإسلام هو مخلوق عزيز كرمه الله تعالى وفضله على كثير من خلقه يدل لهذا قوله تعالى في سورة الإسراء وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمُ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا والتكريم الإلهي للإنسان بخلقه وتفضيله على غيره يعد رابطا ساميا يشد المسلمين إلى غيره من بني الإنسان فإذا سمعوا بعد ذلك قول الله تعالى في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله علم الخبير أصبح واجبا عليهم أن يقيموا علاقات المودة والمحبة مع غيرهم من أتباع الإنسانية وهذا هو معنى التعارف الوارد في الآية إلى آخر كلام ولقد كدرني كثيرا ما تضمنته هذه الجمل من المعاني المخالفة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية ورأيت من النصح لسماحتكم التنبيه على ذلك فإنه لا يخفى على سماحتكم أن الله سبحانه قد أوجب على المؤمنين بغض الكفار ومعاداتهم وعدم مودتهم وموالاتهم كما في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال سبحانه في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواهيم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وقال سبحانه في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأن أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسفة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده الآية وقال سبحانه في سورة المجادلة لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله رسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم الآية فهذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها من الآيات الأخرى كلها تدل على وجوب بغض الكفار ومعاداتهم وقطع المودة بينهم وبين المؤمنين حتى يؤمنوا بالله وحده أما التعارف الذي دلت عليه آية الحجرات فلا يلز منه المودة ولا محبة الكفار وإنما تدل الآية على أن الله جعل بني آدم شعوبا وقبالا ليتعارفوا فيتمكنوا من المعاملات الجائزة بينهم شرعا كالبيع والشراء وتبادل السفراء وأخذ الجزية من اليهود والنصار والمجوس وغير ذلك من العلاقات التي لا يترتب عليها مودة ولا محبة وهكذا تكريم الله سبحانه لبني آدم لا يدل على جواز قامة علاقة المودة والمحبة بين المسلم والكافر وإنما يدل ذلك على أن جنس بني آدم قد فضله الله على كثير من من خلط فلا يجوز أن يستنبط من الآيتين ما يخالف الآيات المحكمات المتقدمة وغيرها الدال على وجوب بغض الكفار في الله ومعاداتهم وتحيم مودتهم وموالاتهم لما بينهم وبين المسلمين من البون العظيم في الدين والواجب على أهل العلم تفسير القرآن بما يصدق بعضه بعضا وتفسير المشتبه بالمحكم كما قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الآية مع أن الحكم بحمد الله في الآيات المحكمات المذكورة وغيرها واضح لا شبهة فيه والآيتان اللتان في التعارف والتكريم ليس فيهما ما يخالف ذلك وقد ورد في المقال أيضا ما نصه فنظرة المسلمين إذن إلى غيرهم من أتباع اليهودية والنصرانية هي نظرة الشريك إلى شركاء في الإيمان بالله والعمل بالرسالة الهية التي لا تختلف وصولها العام انتهى كلامك وهذا كما لا يخفى على سماحتكم حكم المخالف للنصوص الصريحة في دعوة أهل الكتاب وغيرهم إلى الإيمان بالله ورسوله وتسمية من لم يستجب منهم لهذه الدعوة كفارة ومن المعلوم أن جميع الشراعي التي جاءت بها الأنبياء قد نسقت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد من الناس أن يعمل بغير الشريعة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد الآية وقال عن اليهود والنصارى في سورة التوبة تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون والآيتين بعدها والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على كفر اليهود والنصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقول اليهود عزير بن الله وقول النصارى المسيح بن الله وتكذبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وعدم إيمانهم به إلا من هداه الله منهم للإسلام وقد روى مسلم في صعيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد ولا حاديث الدالة على كفر اليهود والنصارى وأنهم أعداء لنا كثيرة وإباحة الله سبحانه للمسلمين طعام أهل الكتاب ورساهم المحصنات منهم لا تدل على جواز مودتهم ومحبتهم كما لا يخف على كل من تدبر الآيات وعطى المقام حقه من النظر والعناية وبذلك كله يتبين سماحتكم خطأ ما ورد في المقال من أولا القول بأن الودة والمحبة من أساسيات العلاقة في الإسلام بين الأديان والشعوب ثانيا الحكم لأتباع اليهودية والنصرانية بالإيمان بالله والعمل بالرسالة الإلهية التي لا تختلف في أصولها العامة وتواصل بالحق كتبت لسماحتكم هذه الرسالة راجيا من سماحتكم إعادة النظر في كلامكم في هذين الأمرين وأن ترجعوا إلى ما دلت عليه النصوص وتقوموا بتصحيح ما صدر منكم في الكلمة المذكورة براءة للذمة ونصحا للأمة وذلك مما يحمد لكم إن شاء الله وهو يدل على قوة الإيمان وإثار الحق على غيره متى ظهرت أدلته والله المسؤول بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقنا وإياكم وسائر علماء المسلمين لمعرفة الحق واتباعه وأن يمن علينا جميعا بالنصح له ولعباده وأن يجعلنا جميعا من الهدات المهتدين إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه مجموع فتاوة العلامة عبد العزيز بن بازر رحمه الله المجلد الثامن صفحة تسعين بعد المئة والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا